السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم مهم جدا لأنه سوف نتعرف على استعمالات الفعل المساعد يكون أي لوكسيلياغ أدخ فعل الكينونة لأنه مع الأسف الكثير من الأشخاص يقع لديهم خلط بين الفعل أفواغ وأدخ لا يعرف متى يستعمل أدخ ومتى يستعمل أفواغ وهدان الفعلان يعتبران العمود الفقري للغة الفرنسية حتى لا أطيل عليكم لنبدأ أولا سنقوم بتذكير بسيط للفعل يكون في الحاضر جسوي أنا كي أنت إلي هو إلي هي أوني هي نحن أون تعود نو هذه نستعملها كثيرا في التحدث ولكن الفعل المرافق لأون يكون دائما مصرف في الضمير الثالث للمفرد أوني نحنو نو سوم نحنو أوني نحنو أوني نحنو أوني نحنو Parmi les utilisations de ce verب سر إidentifier la nationalité من بين استعمالة هذا الفعل هو أنه يمكننا من تحديد الجنسية بالنسبة للمذاكر فإنه يقول أوني نحنو أوني نحنو أيضاً يستعمل هذا الفعل لتحديد المكان الذي نتواجد به سأعطيكم بعض الأمثلة أحسنًا هنا استعملت O لأن الاسم المرافق هنا جاء مذكر المارك لا يمكن أن أقول جسوي ان مارك جملة الموالية استعملت جسوي ان فرانس لماذا؟ لأن الفرانس انا فامنا اسم مؤنت استعملت O حاول ان تتذكر جيدا هذه القاعدة استعملها إذا كان الاسم المرافق مذكر أو إذا كان الاسم مؤنت يمكن أن يمكن أن تطبع طرير في وسراء لأن ف 싶inka يسم قليلا L'exemple suivant Je répète Le marché aussi c'est un nom masculin Je suis au marché Je suis au restaurant Un autre exemple Je répète Je suis à l'école Un autre exemple Je répète Je suis à l'école Il est près de la maison Il est près de la maison Elle est derrière toi Elle est derrière toi Nada est devant la porte Nada est devant la porte Je suis chez moi Je suis chez moi Chez moi Il est chez le médecin Il est chez le médecin Il est chez le médecin Le verbe être Seigneur aussi Aidentifier la situation familiale Il est chez le médecin 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 توية سليباتار أنت أعزب بالنسبة للفهاد تقول أنت عزبا توية سليباتار إلي ديفورسي جرابت إلي ديفورسي هي مطلقة إلي ديفورسي سارة أموف جرابت سارة أموف يعني سارة هي أرملة بالنسبة للمذكر نقول سامي يعني سامي هو أرمل أوسي يعني هذا الفعل يساعدنا في تحديد الوقت كمثال إنه الظهر يعني هذا الفعل يساعد في تحديد الصفاء أو الحالة par exemple أرغب 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 هو أشقر أوسي هذا الفعل يساعد في تحديد الصفاء الحالة المهنية أرغب 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 Je suis professeur. Un autre exemple. Je répète je suis étudiant. Pour la fille on dit je suis étudiante. أنا طالبة جو Pocket نظيف أ في الاخير هذا الر Jo Wash تريسي أنتع JK يعني بهذا الفعل يمكنك أن تشير إلى ما ينتمي إليك أو ما تملك أم هذه النقاط هذا الرسال هذا الرسالarsh جانبي ce stylo وهذا الرسالر الغذ sponsoring لهذا الرسالر هذا الفعل يساعدنا لتقدمي شخصينما أو شيئينما Voilà un exemple C'est mon frère Je répète C'est mon frère إناهو أخي C'est mon frère Un autre exemple pour indiquer quelque chose C'est un livre ancien Je répète C'est un livre ancien إناهو كتابون قاديم C'est un livre ancien Aussi ce verbe Serre d'auxiliaire Pour former les temps composés Ou la voix passive هذا الفعل أيضا يكون على شكل فعل مساعد لتكوين الأزمين المركبة Les temps composés Ou la voix passive La voix passive هو المبنية للمجهول إذا أردتم دروسا في القواعد وكل ما يتعلق بالصرف والتحويل أتركوا لي هذا في التعليق Voilà un exemple Il est parti Il est parti هو ذهب هنا لدينا فعل partir ذهب أو غذر مسارف في المدين المركبة هنا لدينا زمن المركبة Le passé composé Un exemple pour la voix passive La souris a été mangée par le chat Je répète La souris a été mangée par le chat La souris a été mangée par le chat في الفرنسية يوجد la voix passive وهو كما قلت مبني للمجهول La voix active هو المبني للمعلوم بهذا أصدقائي نكونوا قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو ولكن لازلت هناك حصة أخرى لهذا الفعل يعني فعل يكون أدخل سأعطيكم استعمالات أخرى لهذا الفعل والأفعال التي يصرف معها إلى غير ذلك من المعلومات المهمة إذا أعجبكم درس اليوم أتركوا لي هذا في التعليق ولا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء اللي سعم الفائدة إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم